اشتركوا في القناة ومستعينينا بالله سبحانه وتعالى في كل احوالنا واطوارنا امين اولا نشكر شكرا جزيلا هذه الدعوة الكريمة من لجنة خرجي كلية المبخاري للدعوة الاسلامية بالهند ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والقبول والتيسير ان شاء الله فيما نواه في هذا المجال ونتعاون وإياهم ان شاء الله تعالى على تذكر وتذاكر ما يتعلق بالوحدة الاسلامية الوحدة الاسلامية امر عظيم ومطلب فخيم وينبغي لكل فرد من افراد هذه الامة المباركة التي شرفها الله سبحانه وتعالى وجعلها خير امة اخرية للناس ينبغي ان يدور بخلط هذه الامة هذا المطلب العظيم لان هذه الامة جعلها الله سبحانه وتعالى شامة في الناس وجعلها الله سبحانه وتعالى منارا للناس فلذلك اذا اتحدت هذه الامة بكثير من انواع الاتحاد واتفقت في كثير من انواع الاتفاق ففي ذلك خير عظيم للبشرية جمعة ان من يعيش على وجه هذه الارض اذا استقرت بهم الامور واذا وجدوا المنهج الثابت الراسخ واذا وجدوا الخلق العظيم واذا وجدوا ما يسلمهم من افات نفوسهم وما يسلمهم من الافات التي تأتي من قبيل سواء كان الانفذ او الدنيا او نحو ذلك من الابتلاءات والاختبارات فاذا سكنت هذه النفوس واذا جاء ما يوافق العقل واذا جاء ما تحفو اليه البشرية من هنا يكون لوحدة الامة اثر عظيم جدا في نشر الامن والامان على وجه هذه الارض وجود هذا الدين العظيم وانتشاره ايضا له تعلق عظيم وتعلق كبير جدا بالوحدة لاننا اذا كنا ندعو الى دين الله سبحانه وتعالى ولكن كنا ندعو الى ذلك متفرقين ومتشتتين فان في ذلك ضعف ويظهر هذا الضعف في دعوتنا للاخرين بينما لو اتحدنا ومعنى الاتحاد هنا ليس معناه ان تتفق الامة من شرقها الى غربها ومن جنوبها الى شمالها على مذهب واحد فهذا ربما يكون لا يحصل لان جعل الله سبحانه وتعالى بحكمته جل جلاله وتعالى تعظمته الافكار تتنوع وجعل العقول مختلفة وجعل كذلك المذاهب وهذه المذاهب كما رأينا نتيجة هذه المذاهب نتيجة الاجتهادات سواء كان المذاهب في السلوك او المذاهب في العلم او المذاهب في الامور الاخرى في الفكر وما الى ذلك فاذا ليس معنا وحدة الامة اننا نجمع الناس كلهم على امر واحد وينبغي الكل ان يجتمع عليه وان يردخ له ولكن معنا وحدة الامة اننا نستشعر اننا شيء واحد كما مثله رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم بالبنيان بنيان واحد وبالجسد اذا اصيب هذا الجسد في جزء من اجزائه فيصاب جميع الجسد بسبب اصابة ذلك الجسد ويصيب السهر والحمى بسبب اصابة بسيطة في عضو من اعضاء ذلك الجسد هذا معنى من معاني وحدة الامة التي اشار اليها المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه سلم في هذا ويكفي للعاقل التصوير النبوي والتمثيل النبوي بهذا الامر فاننا امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد حينما ندعو كالجسد الواحد حينما نتعلم كالجسد الواحد حينما نعامل الاخرين كالجسد الواحد حينما ندعو هذه البشرية الى ما فيه صلاحها في دنياها وفي عاقبتها واخرها أيها الأحباب أيها الإخوان هذا معنى من معاني وحدة أمة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ضرب لنا أروع الأمثال وقد حثنا صلى الله عليه وسلم على اختلاف أفكارنا على اختلاف عقولنا حثنا صلى الله عليه وسلم أن نكون شيئا واحدا وأن نبرز من هذا الالتفاف وهذا الاتحاد معنى عبوديتنا لله سبحانه وتعالى فنحن أمة واحدة والله ربنا جل جلاله وتعالى تعظمته فنحن عبيد لواحد جل جلاله وتعالى تعظمته وهذه الأمة جعل الله سبحانه وتعالى قرآنها واحد ونبيها واحد وربها واحد فكيف لا تتفق وكيف لا تتحد وكيف لا تكون في مجال الواحد أيها الأحباب كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثال في تلك القصة عندما جاء الشيطان وألهب العداوة بين الأوس والخزرج وكانوا قد تركوا عداواتهم وكانوا قد تركوا ما كان بينهم من الحروب الطويلة بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقد جعلهم متآلفين وجعلهم متحابين ولكن الشيطان لهذه الأمة بالبرصات فجاء وفتنا بين الإخوان وفتنا بين الأحباب حتى تفرغوا فقال رجل من الأوس يا للأوس وقال رجل من الخزرج يا للخزرج وقامت الفتنة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر لما وصله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وعرف أن هذا الأمر سيحدث انشقاكا وهذا الأمر سيحدث اختلافا وتفرغا فأخذ الأمر بكوة وانتهد صلى الله عليه وسلم يجر ردائه عليه الصلاة والسلام وذهب إليه صلى الله عليه وسلم وبرك عليه وقال أتركوها أتركوها فإنها منتنة أي هذه التفرغات وهذه الاختلافات التي ليس لها معنى وهذه العداوات وهذه النزاعات وهذا التباغب وهذا التحاسد وهذه الفرقة إنما هي منتنة كالجيفة التي يستقدرها الإنسان ويبتعد عنها الإنسان والمقصود هنا ليس الاختلاف الفكري ولا الاختلاف المذهبي ولا الاختلاف الذي يثري الدين ولكنه الاختلاف المشحون بالعداوة والمشحون بالشحنة والعياذ بالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يرشدنا جل جلاله وتعالى تعظمته أن نتحد وأن نتفق فإننا إذا اختلفنا وإذا تنازعنا فتذهب ريحنا أي تتبدد قوتنا ونصير متفرقين موزعين لا ندري إلى إلى نتجه أيها الأحباب إن هذه الأمة أراد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تكون شامة في الناس كما قال صلى الله عليه وسلم كونوا شامة في الناس كونوا شامة في الناس والمقصود الشامة هي النقطة السوداء التي ترى في الوجه مثلا عندما ترى من بعيد فهذه شامة والمقصود هنا أن تكون الشامة يعني أن نكون مميزين في أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون هادين مهديين وقد بشر عليه الصلاة والسلام بأن طائفة من هذه الأمة تبقى على هذا المنوال لا يضرها من نواها إلى أن تقوم الساعة ولكن تحصل هناك اختلافات ووجود الاختلاف وارد ولكن ليس معنا أننا نكون أمة واحدة أن لا يحصل اختلاف أبدا فهناك الاختلاف موجود ولكن هذا الاختلاف رحمة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاختلاف اختلاف رحمة إن كان اختلاف في المذهب إن كان اختلاف في الفكر إن كان اختلاف في العلم إن كان اختلافهم في السلوك في المذاهب السلوكية المذاهب الفقهية وغيرها من هذه الأمور فهذا إنما يثري هذا الدين وإنما يعطي اجتهادات العلماء وتفكير المفكرين في هذه الأمة يثري هذه الأمة ويعطي نتاجا طيبا مفيدا إنما الاختلاف المذموم الذي يكون فيه الشحناء وفيه البغضاء وهذا الذي حذر منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأراد أن لا نقتل بعضنا بعضا وأن لا نهين بعضنا بعضا وأن لا يسخر بعضنا من بعض قد حذر القرآن من ذلك وأن لا نتنافذ بالألقاب فكل هذا منهي عنه بالكتاب ومنهي عنه كذلك بسنة سيد الأحباب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيها الأحباب وحدة المسلمين ما بين الآمان والآلام الآن في هذا الزمان نرى الكل يدعو إلى الوحدة ولكن نعيش ألما في باطلنا حينما نرى المروق عن الدين وحينما نرى الخروج عن دين الله سبحانه وتعالى وحينما نرى أن الوحدة الإسلامية مثلت في أشخاص معينين أو في طريق معين أريد أن يفرد ذلك الطريق على الكل وهذا ما لن يكون لأن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا قسم العقول جل جلاله تعالى تعظمته وقسم الأفكار ولكن هذه الأمة بحاجة إلى جيل واعي يعي كيف يؤلف كيف يجمع على ما فيهم من التفرق على اختلاف الأفكار على اختلاف المذاهب ولكن كيف نتفك كيف نجتمع كيف نتعاون كيف نتساعد هناك شيء اسمه القواسم المشتركة هذه القواسم المشتركة يشترك فيها الكل من كل المذاهب من كل الاتجاهات من كل الأفكار هذه الدائرة تجمع الكل من هنا إن كان بيني وبينك اختلاف في أمر فبيني وبينك اتفاق في أمور وليس في أمر إن كان بيني وبين هذا اختلاف في أمر فبيني وبينه أيضا اتفاق في أمور فتعالوا بنا نتفك وتعالوا بنا ننمي هذا الاتفاق ونتجاوز عن ذلك الاختلاف بل يقدر بعضنا بعضا فيما نختلف فيه وضرب لنا كذلك أهل المذاهب الأربعة كالإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام محمد بن حنبل أرعى الأمثال وكيف كانت بينهم الألفة والمحبة على أن الكل عنده مذهب فكانوا يحترم بعضهم بعضا حتى روي عن بعضهم أنه يأتي بعد وفاة الإمام كالإمام أبو حنيفة بعد وفاته عندما جاء الإمام الشافعي وعرفنا قصته المشهورة كيف أنه لم يقنت في الفجر حتى ظن أنه تراجع عن مذهبه ولكن قال احتراما لصاحب هذا الضريع أيها الأحباب إذا كان الأصل إذا كان الشيخ إذا كان الإمام هو بنفسه واعي ويعرف كيف يقدر الآخرين الذين لا يوافقون مذهبه فبلا شك أن الأتباع سيكون هناك ذلك ولكن عندما يكون المكتدى به هو الذي لا يفهم والمكتدى به هو المتعصب والمكتدى به هو الذي يشحن الآخرين بنار الفتنة وبنار التفرقة فكيف سيكون الأتباع ومن هنا تأتي الهوة بين المسلمين والتفرق والتضاد حتى يصير الواحد عندما يعادي أخاه المسلم يظن أنه على حق وأنه ينتصر لدين الله ويعاده بإسم الله أكبر وربما يقتله نعوذ بالله من ذلك بإسم الله أكبر لماذا؟ لأنه ترسخ في ذهنه أن هذا عدو له ليس أخوه في الإسلام بل هو عدون له فاتخذه عدو حتى صارت الأمة في كثير من الأحوال هذا الذي نقول عنه الآلام والآمال والآلام هذا ألم في أمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار في كثير من الأحوال أن علاقة المسلم بالكافر أفضل من علاقة المسلم بأخيه المسلم إذا التكى مع الكفار والتكى ربما مع الأعداء وليس الكفار فقط بل نحن تعلمنا في دين الله سبحانه وتعالى كيف نؤدي حق الكافر كذلك فضلا حق المسلم فالمسلم هو حق عظيم لكن حتى الكافر أيضا له حقوق عندنا في الإسلام ولكن للأسف هؤلاء أعداء الإسلام عندما صارت هذه الأمة في هذا الحال أن تقدر وتحترم عدو الله سبحانه وتعالى وتأتي إلى المسلم فتنظر إليه شزراً وترى أنه العدو الأكبر الذي ينبغي أن يغلب الذي ينبغي أن يقتل الذي ينبغي أن يبعد وهذا الفهم السجيم الذي انتشر في هذه الأمة صدعها ومزقها وجعلها أوزاعاً ممزقة أيها الأحباب لنرجع مرة أخرى بعد هذه الألام فهناك آمال نتطلع إليها إن شاء الله تعالى ولن تحصل في هذه الأمة إلا بجيل واعي يعي كيف يؤدي الرسالة على وجهها هذه الرسالة أيها الأحباب أمانة جعلها الله سبحانه وتعالى لا يتولى الإفتاء إلا من كان مفتياً لا يدخل في أمر من أمور الشريعة إلا من كان متقناً فيه لا يؤدي الدعوة إلا من كان عنده فهم في هذه الدعوة كما أنه أيضاً في المجالات الأخرى لا يمكن أن يكون المهندس طبيباً ولا يمكن أن يكون الطبيب أو النجار مثلاً مهندساً فالكل له مجاله مجاله فينبغي هكذا وهذا الذي فكرته الأمة اليوم فصارت الفتوى يعني مفتوحة حتى للصغار ومن تعلم دليلاً صار يفتي ولا أحد يقفه وصارت الخلافات المذهبية أو الخلاف في الأمور الفرعية وضخمة وكبرة حتى صار من أساس العقيدة بل يحكم بالكفر وعدم الكفر في تلك المسائل وهي مسائل تدخل في فروع الفقه ويدركها العالمون ويدركها العارفون بدين الله سبحانه وتعالى لذلك لابد من الالتفاف والرجوع إلى علماء ربانيين إلى من يربي إلى من يرشد إلى من يسلك بهذه الأمة خير مسلك ولا نستطيع أن نتحد ولا نستطيع أن نوجد بيننا هذه الوحدة المباركة إلا بالرجوع إلى منهج أسلافنا فإنما صلحت به الأمة قديماً هو الذي يصلح الأمة حديثاً بإذن الله سبحانه وتعالى بهذا المنوال وبهذا الطريق برجوعنا إلى مرجعياتنا إلى أهل الأمانة لدين الله سبحانه وتعالى الذين كانوا يخافون أن يخرجون الكلمة في غير مرضات الله سبحانه وتعالى يخافون أن يخرجون الفتوى وهم أهل للفتوى وهم أعظم الناس فهماً في دين الله سبحانه وتعالى ولكن ورعاً ولكن الخوف من الله سبحانه وتعالى الذي حجزهم حتى نرى في كثير من أقوال كبار العلماء أنهم يقولون الله أعلم والله أعلم ويقولونها بارتياح ويقولونها بفرح لأنهم لا يحبون أن يدخلون أو يفتون في دين الله بغير علم وهم أهل العلم وهم أهل النور وهم أهل الفهم والوعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين نتخذهم قدوة وهؤلاء الذين ينبغي للأمة أن تلتف حولهم حتى ترجع إن شاء الله إلى وحدتها ونرجع إلى هذه الوحدة المباركة بالفهم الصحيح وبحسن الاتباع لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمقاصد الشرعية ونكون صادقين مع الله سبحانه وتعالى في سلوكنا في أدابنا في أخلاقنا متابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحوالنا نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يمن علينا وعلى جميع هذه الأمة إن شاء الله بالاتحاد والاتفاق وإن شاء الله نكون ممن يخدم هذه الأمة يشرفنا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بخدمة هذه الأمة كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم كما نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يكتب النفع في كلمات المتكلمين وكل من يساهم إن شاء الله في هذا الملتقى المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يكون لذلك أثرا عظيما في هذه الأمة يكون محض سرور إن شاء الله لقلب المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا وإمامنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام اللهم وفقنا لكل خير واجعلنا من أهل الخير ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضل محسانا وجودنا ومتنانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الله عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين